ومن بعدها خرجت من بعد الثلاثة أيام خرجت السيدة الطاهرة وفي يدها فلقت قمر وكان قد خرجت وأول من رآها هو النبي صلى الله عليه وآله وأخذ أمير المؤمنين وبارك فيه وأيضا في روايات أنه شدة جماله كالقمر شوف مولانا شدة الجمال لآل المصطفى صلواته ربي عليه شنوه في حادثة نصارى نجران الحادثة المعروفة اتجوي أنه قال تعالوا ندعو أبنائنا وأبنائكم ونساءنا إلى آخر الآية فهذا كبير النصارى اسقف النصراني قال للأصحاب قلهم اتركوا المباهلة قالوا ليش نترك المباهلة قلها هاي راح نخسر بيها شلون قال لهم قد أتى محمد ومعه من الليوية فاطمة وعلي والحسن والحسين قال قد أتى محمد ومعه وجوه لو سأل الله بها أن يزيح جبل أزاحه هذه الوجوه النيرة الطيبة مثلت لنا الجمال ومثلت لنا العطاء وقدمت لنا الكثير في هذه الولادة من أحضان النبي المصطفى صلى الله عليه وآله إلى أنه كان طفل صغير مع النبي وكان يذهب مع النبي في كل مكان وهذه قد تربى في بيت في بيت النبي صلى الله عليه وآله هو النبي تربى السوى عليه سلام الله تعالى عليه وأخذ من علوم النبي حتى قال الأمير صلوات ربي عليه علمني حبيبي رسول الله ألف باب من العلم في كل باب ينفتح لي ألف باب يعني مليون باب من العلم عند مولانا أمير المؤمنين صلوات ربي عليه نتكلم بها إن شاء الله هذه العلوم الحديث طويل جدا إن شاء الله بهذه الرسالة بهذه الذكرى ترجمة نانسي قنقر